بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وبعد تلامدتنا الأعزاء مرحبا بكم مجددا في درس جديد من دروس مكوني الجغرافية في الدرس السابق كنا قد تطرقنا لدرس الولايات المتحدة الأمريكية قوة اقتصادية عدماء واليوم سنكون بحول الله على موعد مع أحد الأقطاب الاقتصادية الفاعلة داخل الاتحاد الأوروبي تحت عنوان فرنسا قوة فلاحية وصناعية كبرى في الاتحاد الأوروبي إذن خلال هذا الدرس سنتطرق إلى المحاور التالية إذن المحور الأول سنخصصه لمظاهر القوة الفلاحية والصناعية لفرنسا داخل الاتحاد الأوروبي المحور الثاني العوامل المفسرة لهذه القوة الفلاحية والصناعية ثم المحور الثالث سنخصصه للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاعين الفلاحي والصناعي بفرنسا لننتقل إلى المقدمة أضحت فرنسا قوة اقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي بحكم مؤهلاتها الفلاحية والصناعية والتي أهلتها لتصدر مراتب متقدمة بين نظيراتها الأوروبية فما هي مظاهر القوة الفلاحية والصناعية لفرنسا داخل الاتحاد الأوروبي وما هي العوامل المفسرة لهذه القوة الفلاحية والصناعية وما هي المشاكل والتحديات التي تواجه اقتصاد فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي إذن ننطلق مع المحور الأول مظاهر القوة الفلاحية والصناعية لفرنسا داخل الاتحاد الأوروبي إذن هنا سنتطرق أولا لمظاهر القوة الفلاحية إذن تشكل الفلاحة الفرنسية قطاعاً اقتصادياً مهماً على مستوى الاتحاد الأوروبي ويظهر ذلك جلياً في مجموعة من العناصر أولاً دخامة تنوع الإنتاج الفلاحي باعتبار فرنسا أو المنتج الفلاحي في الاتحاد الأوروبي بنسبة مهمة تقدر حوالي 23% ثم تصدر الإنتاج الفلاحي الفرنسي للمراتب الأولى على المستوى الأوروبي في عدة منتجات كالدراء والشمندار والكروم وخاصة الإنتاج الحيواني من لحوم الأبقار ارتفاع مردودية تربية المواشي قلنا خاصة تربية الأبقار والخنازير والأغناء مما يؤدي إلى توفير إنتاج مهم جداً من اللحوم والألبان إضافة إلى تنوع الإنتاج وتخصص المجالات بحيث نجد حوض باريس وسهل الشمال مخصص لزراعة الحبوب والشمندار منطقة الهدب الوسطى مخصص لتربية الماشياء منطقة تيلانكدوك ولكامارك للدراء والأرز وكذا باقي مثلاً الأودية وقرب المدن نجد زراعة الخضر والفواكه كذلك أن فرنسا تحتل مراتب متقدمة على المستوى الأوروبي والعالمي فيما يخص التصدير إذن ننتقل إلى مظاهر قوة الصناعة الفرنسية بحيث أن القطاع الصناعي يعتبر من ضمن الأنشطة الاقتصادية الأساسية في تركيبة الاقتصاد الفرنسي وتتجلى قوة هذا القطاع فيما يلي أولاً تنوع الصناعة الفرنسية وانتظامها في حدة أقطاب ومناطق صناعية حيوية ثم كذلك احتلالها لمراتب متقدمة في العديد من المنتجات الصناعية كالكهرباء والصلب وجود عدة مقاولات وشركات صناعية سواء من حيث ارتفاع قيمة استثماراتها في قطاعات صناعية متعددة وتشغيلها لعدد مهم من السكان النشيطي وجود مناطق وأقطاب صناعية حيوية وما يسمى بالتكنوبول كمنطقة باريز ومنطقة الشمال والشمال الشرقي إضافة إلى أهمية مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي وفي المبادلات التجارية وكذلك في نسبة تشغيلها للسكان النشيطين كما لا يمكن أن ننسى احتلالها لمراتب التانية بعد ألمانيا من حيث القيمة المضافة إذن هنا سننتقل إلى المحور التاني لتعرف العوامل المفسرة لقوة القطاعين الفلاحي والصناعي بفرنسا أولا سنبدأ بالعوامل المفسرة لقوة الفلاحة الفرنسية إذن هذه العوامل تنقسم إلى عوامل طبيعية وأخرى تقنية وعلمية وكذلك عوامل تنظيمية إضافة إلى العامل الرأسمالي إذن سنبدأ بالعوامل الطبيعية والتي تتمثل في شساعة أو تساع السهول سهل الشمال والألزاة والرهون والأحواض كذلك وجود تربات خصباء اعتدال وتنوع في المناخات هناك مناخ محيطي في الغار مناخ متوسطي في الجنوب مناخ جبلي في أعلى المرتفعات ثم كذلك وجود كميات مهمة من التساقطات وشبكة مائية هامة تتمتل في مجموعة من الأنهار الكبرى إذن ننتقل إلى العوامل التقنية والعلمية والتي تتمثل أساسا في كون الفلاحة الفرنسية تشهد تحديثا متزايدا باستعمال المكننة ومختلف الأساليب العلمية في جميع مراحل الإنتاج وكذا وجود معاهد البحث العلمي في المجال الفلاحي ننتقل للعوامل التنظيمية والمتمتلة أساسا في تدخل الدولة من أجل حل المشكل العقاري وذلك بتسيع المستغلات وتركيزها وكذا تأطير الفلاحين ومساعدتهم وتجيع من إنشاء التعاونيات كما أن هناك مجموعة من الإجراءات من قبيل تجهيز البوادي واستصلاح وجفيف المستنقعات نصل إلى العامل أو دور الرأسمالية بحيث تجلى دخول الفلاحة الفرنسية في علاقات الرأسمالية مع قطاعات اقتصادية متعددة كالخدمات والصناعة الغذائية والكيموية وكذا الصناعة الميكانيكية والتجارة إضافة إلى اهتمام المؤسسات الكبرى والعائلات بنشاط الفلاحي ضمن ما يسمى بالتركيز الرأسمالي كما أن الفلاحة الفرنسية تستفيد من دعم الاتحاد أوروبي في إطار ما يسمى بالسياسة الفلاحية المشتركة إذن ننتقل إلى العوامل المفسرة لقوة الصناعة الفرنسية بدورها تنقسم إلى عوامل طبيعية وكذلك عوامل بشرية والبنيات التحتية والعامل التنظيمي وكذلك دور الدولاء وأخيرا تنظيم أو دور العامل الرأسمال إذن نأخذ العوامل الطبيعية والمتمتلة إذن نظرا لإفتقار فرنسا لمصادر الطاقة من فحمل وبيترول وغاز طبيعي تعمل على تغطية استهلاكها الداخل المتزيد للطاقة باللجوء إلى الاستيراد وتكتف إنتاجها من الطاقة الكهربائية والنووية طبيعة حال لتعويض افتقارها المصادر الطاقة كما تتوفر على بعض المعادن كالحديد والأورانيوم والذهب والفضة ننتقل لتأثير العامل للبشري والبنيات التحتية والمتمتل أساسا في أهمية سكن النشطات من بنية السكان حيث تقدر نسبتها بأكثر من 50% من مجموع عدد سكان فرنسا الذي يصل حوالي 63.5 مليون حسب إحصائيات 2012 إضافة لأهمية حجم اليد العاملة الأجنبية وما تقدمها للاقتصاد الفرنسي على مستوى الإنتاج والاستيلاك وتوفر البلاد على شبكة كثيفة وعصر يميناء المواصلات من مطارات دولية وموانئ طرق سيارة وسكك حديدية أما العامل التنظيمي ودور الدولة فيتجلى في جميع الصناعات في شكل أقطاب تكنولوجيا وصناعية بحيث تعمل على تطوير البحث في ميدان الصناعات العالية التكنولوجيا ومراكز علمية للتجارب والأبحاث وكذا وضع مخططات عامة أو جهوية تكتسي سبغة التوجيه والإرشاد بالنسبة للقطاع الخاص والسبغة الإنزامية بالنسبة للقطاع العمومي إضافة لتدعيمها القطاع الخاص عن طريق تقديم القروض والمساعدات كما يساهم الجديد التكنولوجيا بفضل عامل البحث كذلك من ما توفره الدولة من نفقات في هذا المجال وآخرا القيام بتأهيل يد العاملة وإنشاء الجامعات معاهد العلية والمتوسطة ومختبرات البحث التطبيقي فيما يخص العامل الرأسمالي حيث تشهد المؤسسات الصناعية الفرنسية تركيزا رأسماليا في مختلف فروع الصناعة بسبب جديد الهياكل الصناعية واعتماد الاستثمارات الكبرى في البحث العلمي لمواجهة المؤسسات الأجنبية وبذلك فقد تحولت العديد من المؤسسات إلى شركات متعددة الجنسية لها مساهمات خارج حدود فرنسا ننتقل إلى المحور الثالث لنستعرض المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع عيني الفلاحي والصناعي بفرنسا أولا نأخذ مشاكل وتحديات التي تواجه القطاع الفلاحي بفرنسا والمتمثلة أساسا في التزايد المستمر لأسعار الألات مقابل استقرار في أسعار المنتجات الفلاحية ثانيا وجود فائد في بعض المنتجات يواجه منافسة في السوق العالمية كالحبوب والسكر والألبل تباين الاستفادة من التطور الحاصل في الفلاحة الفرنسية بين المستغلات الكبرى التي اندمجت في السوق وباقي المستغلات التي تواجه ارتفاع مصاريف الاستثماري والصيانة رابعا التدهور البيئي والناتج عن تأثير السلبي للسليب المتطورة في الميدان الفلاحي بحيث تؤدي إلى التلوث الناتج عن النفايات والاستعمال المكتف للأسمداء وبقايا الحيوانات واعتماد الأعلى في المركبة كماويا وكذا نضوب الفرشة المائية بفعل تفاقم ضخ المياه في المناطق السقوية وكذلك خمسا ضعف مساهمة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام وضعف نسبة ليد العاملة الفلاحية منقرنة مع القطاع الصناعي والقطاع الخدماتي إذن ننتقل إلى المشاكل والتحديات التي تعترض قطاع الصناعة بفرنسا والمتمتلاتي أساسا في تزايد حاجات الاقتصاد الفرنسي للمواد المادنية والطاقية وما يشكل ذلك من تكاليف ومن تباعية ثانيا وجود منافسة قوية من طرف المقاولات الأجنبية الأوروبية والأمريكية والأسيوية سواء داخل الأسواق الفرنسية أو الأسواق الدولية تفاقم ارتفاع نسب البطالة بحيث وصلت سنة 2003 إلى مليونين وستمائة واربعون ألف عاطل التفاوت الجهوي الواضح من حيث الناتج داخلي إجمالي للفرد بين المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية للبلاد دات الدخل المتوسط والقليل وبين المناطق الأخرى كباريز التي تعرف دخلا مرتفعا خامسا تراجع بعض الصناعات وتأخر الصناعات الإلكترونية والمعلوماتية ثم ارتباط الصناعات الفرنسية العالية التكنولوجيا بمثيلاتها في بلدان أخرى مما يؤثر على تطور واستقلالية هذه الصناعات وبذلك نصل إلى خاتمة الدرس تعتبر فرنسا قوة فلاحية وصناعية كبرى في الاتحاد الأوروبي بالرغم من حدة المشاكل والتحديات التي تواجه اقتصادها إذن أشهركم أعزائي التلاميذ والتلميذات على متابعتكم أو حسن إنصاتكم لهذا الدرس على أمل تجدد اللقيابكم في درس مقبل بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر